نهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نوصف الشكل الخارجي للناس بالتفصيل وعشان الموضوع ده كبير اسمنا الجزئين جزء المرة دي وجزء المرة الجاية ان شاء الله خليك معنا الاخر الفيديو وعدك ان شاء الله انك هتعرف توصف الشكل الخارجي للناس بشكل دقيق جاهزين؟ يالا غينا السلام عليكم ازايكم اعملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكو اسلام نيزي انجليش اهلا بيكو في حلقة جديدة من كورسل انجليز العام واللي هتلاقيه في زر قوة من تشغيل متراتب حلقة واحدة, اتنين, اثنين اثربعة وعشان ما اتضولش اهلا حضراتكو خليوني نبدأ في الدرس specjalطول جاهزين؟ يا الله بينا اهلا بحضراتكو للمرة تانية في الفيديو ده ان شاء الله والفيديو اللي جاي نتكلم على ازاي ان نوصف الشكل الخارجي للناس بشكل دقيق وهنتكلم في النقط اللي جاية اول حاجة هنتكلم في يعني المظهر الخارجي بشكل عام وبعدين هنتكلم في يعني الطول وبعدين هنتكلم فيه يعني الوزن وبعدين الشعر وبعدين الوجه البشرة العيون لبس الشفاف شكل الأنف وآخر حاجة هنتكلم على يعني ملامح مميزة خلينا نبدأ بي يعني المظهر الخارجي بشكل عام عندنا صفات يعني الصفات إيجابية وبعدين هنتكلم على الصفات السلبية أول كلمة عندنا والكلمة دي مشهورة معروفة هي كلمة والكلمة دي معناها جميل وتستخدم غالبا في وصف المرأة فمثلا تقول وطبعا الكلمة دي ما نفعش تستخدمها مع الرجال وإلا معناها هيتغير تماما لو أنت وصفت الرجل إن بيروفل فأنت كده توصد أنه هو يعني يشبه المرأة وده طبعا كلام مهين فالكلمة دي تستخدم غالبا مع المرأة الكلمة دي تستخدم غالبا مع المرأة الكلمة دي معناها جميل وتصف المرأة وخصوصا البنت فتقول مثلا يعني هي بنت صغيرة جميلة أما بقى لو عايز توصف الراجل فنستخدم صيفة اسمها ونخلي بقى لنا إنه دي سايلنت أنا ما بقولش هاند صم لأ تمام طيب نستخدمها بقى في جملة فنقول مثلا يعني ده أكثر راجل وسامة أنا قبلته طيب يطرى في صفات تنفع مع الاتنين طبعا في صفات تنفع ستخدمها مع الراجل ومع الستة زي مثلا فممكن توصف الراجل إنه يعني مظهر وجميل فتقول وممكن توصف السيدة فتقول وزي كلمة ممكن نستخدمها مع الاتنين ليجي بقى للصفات السلبية أول صفة السلبية عندنا هي كلمة والكلمة دي معناها قبيح جدا ولكن كلمة دي صعبة جدا ممكن تجرح مشاعر الآخرين يفضل إنك تستخدم بدل منها كلمة وكلمة لها معاني كتير من أحد معانيها لما تحب تقول إن الشخص ده مش جميل وفي نفس الوقت هي أقل حدة من يعني شكله مش حل يعني شكله وحش ولكن لا تصل لمرحلة يعني مثلا لو توصف بنت وتقول هي هي بقى صعب الوصف ده هي بقى صعب الوصف ده خالها طيب لو واحدة بقى شكلها عادي جدا ولا هي جميلة ولا هي قبيحة في الحالة دي هتستخدم تعبير اسمه عادي جميلة عادي جميلة فممكن تقول I am not ugly or beautiful I am just average looking I am not ugly or beautiful I am just average looking طيب تعال بقى نتمرنا عادي جزء ده عايزة تقولي إن الولد ده وسيم جدا هتقولها ازاي وده ما خمس سواني yeah great job he is a handsome boy طيب عازك تقولي إنه البنت دي جميلة ولكن أختها الصغيرة شكلها مش حلو وبلاش تستخدم كلمة ugly هنستخدم الكلمة البديلة هتقولها ازاي وده ما خمس سواني yeah great job she is a beautiful girl but her younger sister is quite plain she is a beautiful girl but her younger sister is quite plain تمام طيب نوجد نتكلم على النقطة التانية وهي نقطة الطول height أولا كده من حيث المبدأ لو حد عايزة تقالي يقولي كم طولك هيقول إيه هيقولي how tall are you how tall are you ودي معناها كم طولك طيب لو عايزة اسألة على طول واحد مش موجود معانا هيقول how tall is he how tall is he طيب لو شخص ده طوله 190 سنتي وبالتالي هو طويل فهيرد على سؤال كم طولك هيقول كم طولك هيقول I am 190 سنتي ميرار سطول I am 190 سنتي ميرار سطول وبالتالي هنعبر على شخص ده و هنقول he is tall طيب لو شخص تاني بقى طوله 175 سنتي وبالتالي هو ولا طويل ولا قصير فهيرد على سؤال كم طولك هيقول I am 175 سنتي ميرار سطول I am 175 سنتي ميرار سطول يعني انا طولي 175 سنتي طيب لو عايزة اقول بقى انا طولي متوسط يعني ما يقول I am of average height او I am of medium height والاتنين دول معناهم ان انا طولي متوسط طيب ونفرض انه شخص طوله 165 سنتي و ده طول قصير و كده يبقى هو قصير طيب اجاوب على السؤال كم طولك بقى ازاي هو I am 165 سنتي ميرار سطول I am 165 سنتي ميرار سطول يعني انا طولي 165 وبالتالي هو قصير فبالتالي هنقول عليه he is short يبقى تاني لو شخص طويل هنقول he is tall لو شخص قصير هنقول he is short طيب لو شخص ولا هو طويل ولا هو قصير ممكن نقول بطريقتين he is of medium height او he is of average height تمام طيب لو جينا بقى نتكلم على النقطة التالتة وهي نقطة الوزن اللي هي weight من حيث المبدأ كده عندنا كلمتين كلمة fat و دي معناها سمين او تخين و كلمة thin و دي معناها نحيف او رفيع و لكن الكلمات دي تعتبر كلمات سلبية او غير مؤدبة طيب هنعمل ايه؟ هنستخدم كلمات بديلة ازاي؟ يعني مثلا لو في بنت اسمها سوها و انت عايز توصفها انها thin فبدل ما تقول is really thin is really thin فكلمة thin تعتبر كلمة سلبية هنستخدم بدل منها كلمة slim و slim دي معناها نحيف ولكن بشكل جذاب يعني نحيف ولكن شكله جميل او رشيق كمان من الكلمات السلبية كلمة skinny و skinny معناها نحيف جدا انحف من thin ولكن بشكل غير جذاب طيب يا طرح عايزين نعرف ايه الفرق بين thin و slim و skinny اولا كلمة thin دي معناها نحيف و دي عكس كلمة fat و دي معناها انه جسمه مش مليان و دي كلمة سلبية اما بقى كلمة slim فدي معناها نحيف ولكن شكله جذاب او شكله رشيق و دي كلمة ايجابية علشان كده يفضل دائما انك تستخدم كلمة slim طيب الكلمة التالتة بقى اللي هي كلمة skinny الكلمة دي معناها نحيف ولكن بشكل غير جذاب يعني نحيف لدرجة انه شكله مش حلو او ممكن تقول انه الجلد لازق في العظم نحيف جدا يعني فعشان كده بلاش تستخدم كلمة skinny و دايما استخدم كلمة slim طيب لو عايزين نوصف حد انه هو fat زي ما قلنا من شوية بلاش نقول كلمة fat لانها تعتبر كلمة سلبية او كلمة غير مؤدبة فبدل ما تقول مثلا رامي is really fat هنستخدم كلمة بدل منها وهي كلمة overweight هي كلمة مؤدبة اكتر ممكن تبقى الطف من fat ومعناها وزنه زائد فبدل ما تقول رامي is really fat خليها رامي is overweight رامي is overweight طيب لو عندنا واحد بقى ولا وزنه زائد ولا هو رفاع وزنه متوسط في الحالة دي هنقول he is of average build he is of average build طيب لو عندنا واحد بقى جسمه متناسق ورشيق ممكن نقول he is well build he is well build طيب لو عندنا بقى واحد عنده عضلات او جسمه متقسم على شكل عضلات فنقول he is muscular اخر جزئية بقى لما نيجي نسأل واحد وزنك قد ايه ولازم تاخد بالك وانت بتسأل السؤال ده لانه في بعض الدول بيعتبر من الاسئلة السلبية فهنقول how heavy are you how heavy are you او how much do you weigh how much do you weigh وعلشان نجواب على السؤال ده هنقول I weigh كذا كذا I weigh 62 kilos يعني انا ازن 62 كيلو تمام طيب تعالوا نتدرب على الجزء ده عايزك تترجم الجملة دي عايزك تقول انه البنت دي نحيفة وبلاش تستخدم كلمة thin هنستخدم الكلمة البديلة ولكن الراجل ده وزنه زائد يعني عايزة اقول انه البنت دي نحيفة ولكن الراجل ده وزنه زائد هنقولها بقى ازاي ودائما خمس ثواني yeah great job this girl is slim but this man is overweight this girl is slim but this man is overweight كواس جدا تعالوا بقى نتكلم على نقطة البعد كده وهي نقطة الشعر ولما نوصف شعر اللي يازم نتكلم بالترتيب ده اللي يازم نتكلم حسب المعادلة دي اول حاجة size يعني الحجم بعد كده type يعني النوع وهنتكلم على كل واحد بالتفصيل لو جينا بقى نتكلم على حجم الشعر فده long hair اما بقى ده short hair اما ده shoulder length shoulder length وكلمة shorter length معناها ان طول الشعر يصل للكتف او ممكن نستخدم تعبير تاني اسمه medium length medium length يعني متوسط الطول اما بقى لو حد ما عندوش شعر اصلا اصلا يعني فاسمها bold bold يبقى لو شعره طويل long hair لو قصير short hair لو متوسط medium length hair لو حد ما عندوش شعر فاسمها bold طيب كده خلصنا الحجم نجي بقى على hair type يعني نوع الشعر اول نوع عندنا ده اسمه straight hair straight hair يعني شعر مستقيم او بدون تموجات اما ده اسمه wavy hair wavy hair وده شعر مموج او به تموجات اما ده اسمه curly hair curly hair وده معناه مجعد طب كده عرفنا بقى نوع الشعر نجي بقى نتكلم على لون الشعر منحس المبدأ كده لو عايز تقول ان الشعر ده فاتح اي لون فاتح فنستخدم كلمة fair hair fair hair ولو عايز تقول ان الشعر ده غامق بدون ما تذكر اي تفاصيل فهتقول dark hair dark hair اما بقى لو عايز تتكلم في التفاصيل ففي الاول كلمة fair hair معناها الشعر فاتح او اشقر وهنا هتسوي كلمة blonde hair blonde hair وكلمة blonde تكتب في البردش بال e وفي الامريكان من غير ال e وده معناها الشعر اشقر زال حضراتكم شايفينه في الصورة ده بعد كده عندنا dark hair او black hair والاتنين دول معناهم اسود او غامق بعد كده عندنا red hair red hair وده brown hair وده white hair طيب لو عاوزين بقى نوصف الشعر لازم نمشي حسب المعادلة دي اول حاجة هنقول size وبعد كده هنقول type يعني النوع وبعد كده هنقول color يعني اللون يعني على سبيل المثال لو انا عايزة اقول ان البنت دي عندها وصير بني مجعد اه احنا قلنا الاول بنقول الحجم فهنقول short بعدين هنقول النوع النوع انا قلت مجعد يبقى short curly بعدين بقى هنقول اللون انا قلت بني يبقى brown brown hair يبقى short curly brown hair لازم اول عندها اما تقول she has او she has got يبقى she has got short curly brown hair she has got short curly brown hair طيب لو انا عايزة اقول انه عندها شعر احمر مستقيم يعني ما فيوش اي تقعيد متوسط الطول هنقول الاول هنقول الحجم متوسط الطول يعني medium length يبقى medium length وبعدين بنقول no انا قلت no انه ما فيوش تقعيد يعني straight يبقى medium length straight بعد كده لونه احمر فهقول red hair يبقى مع بعضها medium length straight red hair عايزة اقول بقى هي عندها تبقى she has او she has got medium length straight red hair طيب السؤال ده بقى ليك لو انا عايزة اقول هي عندها شعر طويل اشقر مموج ها هنقول عبقى ازاي ودعم خمس ثواني yeah great job you did it long wavy blonde hair long wavy blonde hair تمام كويس جدا وصلنا بقى الفقرة الواجب والواجب عايزة اكتصف الصورة دي وكمان الصورة دي وكمان الصورة دي وبكده نكون وصلنا نهاية دا السنة ناردة اتمنى اكون ساعتكم انكم تحسن الانجليش بتاعكم وي thank you for watching guys and i'll see you next video